موسيقى يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الاثنى عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للتحقيق مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتموير والاستثمار وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات ويقوم البرنامج في هيكلته على ثلاثة ركائز رئيسة هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير السوق المالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي كما يسعى إلى التنوع المالي والشمولية المالية والاستقرار المالي والتحول الرقمي وعمق القطاع المالي وتساهم مبادرات البرنامج في رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالية الداخل إلى عشرة في المئة بحلول العام عشرين عشرين وزيادة إجمالية حجم الوصول المالية في المملكة إلى ناتج المحلي الإجمالي بنسبة مائتين وواحد في المئة وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من أربعة وسبعين في المئة إلى ثمانين في المئة وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خمسة في المئة من إجمالي القروض وتوليد المزيد من الوظائف في القطاع المالي وذلك بحلول العام عشرين عشرين اشتركوا في القناة